اشتركوا في القناة تاريخي وكارفي على فريق الترجي وانه ممكن يخسر بنتيجة ممكن توصل لخمسة وستة ولا سبعة على ما لعبه ويمكن ده السبب ان من بعد المباراة ردود الافعال داخل الاستدادات التحليلية على السوشيال ميديا وحتى في المنصات الخاصة بالنواحي الادارية بالنسبة النادي الترجي كانت شديدة جدا لدرجة ان نبيل معلول قدم استقالته من تدريب نادي الترجي والحد دلوقتي مش معروف مين هو اللي هيكون المدير الفن الجديد ولكن اغلب الكلام اللي بيتقال بيتقال النموعين الشعباني هيكون هو المدير الفن القادم لفريق الترجي وهي دورة معروفة في تريق الترجي يعني نبيل معلول يخفق معين الشعباني ييجي يكسب له بتلطين ما تمشيش الدنيا معاه ييجي مدرب في النص بعدين نبيل معلول يرجع عشان ينجز الدنيا بعد كده بعد ما نبيل معلول يمشي يجي مكانه بقى حد تاني عشان خاطر تلاقي معين الشعباني يرجع مرة تانية يعني هو سايكل موجودة عند فريق نادي الترجي التونسي هي شبيهة بالدورة اللي بيعيشها كابتن حسام وابراهيم حسن على مستوى الدارة الاندية ما بين الاتحاد السكنداري ونادي المصري وفي النص الاشاعة عن توليهم لتدريب منتخب مصري